لما ننظر بقى للتسكية خلينا نقول التسكية المرة دي بسرعة وبعد كده نتكلم عنها لما نوصل للتسكية هنجد ايه التسكية معناها ايه او زكي نفسي ابتعد عن المساوئ وأجلب لنفسي كل معاني تجليات الجمال الله سبحانه وتعالى يبقى في حفظ النفس ايه اللي حاصل يبقى حفظ النفس ايه هحصل لزوجتي والأولادي وقربهم من الله سبحانه وتعالى وقربهم من حقيقة الايمان ويزوقوا حلاوة ان يحب لاخيه ما يحبه لنفسي حاجة رائعة طب ولما نروح بقى للعقل في تسكية العقل في تحقيق بقى مقصد حفظ العقل نجد حاجة حلوة اوي اوي ايه يا ان انا عاستثم المعرفة واخلي الاختلاف اللي ما بيننا في الاسرة يعمل لنا منتجات كتيرة ويخلينا عندنا ساعة هي دي التسكية مش هابقى مغرور وما اسمعش غرصوت نفسي لا ده التسكية هحققها بان العقل يكون محفوظ ان كله يشارك انا وزوجتي نتشارك وكمان اولادي يتشاركوا ان كمان لما نروح لمقصد حفظ الدين بقى نلاقي شيء مهم جدا جدا ان احنا نعيش ازاي؟ نعيش بان كل واحد فينا يخرج احسن ما في التاني ويفضل الزوجين ملتزمين بكل معاني الترقي وكل معنى التغاضي اللي فيه تخلية والتفاهم اللي فيه تحلية وبعد كده لما نروح بقى لمقصد حفظ العرض نلاقي حاجة مهمة جدا في حفظ العرض ان احنا عايزين نزكي انفسنا فنعيش بالكرامة كل واحد بيحافظ على كرامة التاني والكرامة عندنا تبقى مصانة لما نختلف مش ممكن اجي وامساها بشيء من الكرامة وهتبقى الكرامة عندنا مش عب مش هتبقى عاملة بالزبط زي السلك العلياري اللي موجود نتكهرب فيه طول ما احنا راحين وجايين لان احنا من اهل التسكية وفي الاخر خالص هيبقى عندنا في حفظ المال هيبقى عندنا التسكية هتوصلنا ان البيت يبقى بيت كرام وفي نفس الوقت يبقى متزن في الانفاق نعمل خطة للكرام والاكرام ان شاء الله ربنا يكرمنا ويجعلنا دايما محل وده ومحل كرمه سبحانه وتعالى انا عارف ان احنا قلنا حاجة لطيفة وحاجة واسعة اوعدكم ان احنا نفصل فيها مرة واثنين وثلاثة ونضرب عليها امثلة ليه؟ عشان نقدر نعيش مع الله ونقول له يا رب انت وهبتنا البيوت دي واحنا مقصدنا هتكون في مقصدك وفي مرادك لان احنا نعتقد ان ما اردته لنا هو خير مراد ولذلك سنسعى في مرادك ويبقى بيتنا مليء بتجليات ودك ورحمتك يا مولانا